موسيقى قال لك هل يجوزوا صباغة الشعار باللون الأسود بالنسبة للصباغة لمرأة اللي مزوجة قال لها راجلها قال لها سباغة قال لها أنا بغيت نشوفك إن شاء الله بحال هولنديا جاب لها الصفر قال لها أنا بغيت نشوفك بحالة الروسية قال لها مثال المرأة كده الروسية انتو ما شايفين ما شدوش قال لها زرق مثلا زرق لأننا مديو حتى الزرق اليوم أهلا بيض يديرونه بيض وكذا وكذا أهلا أسود إذا كانت متزوجة زين وبغاها الراجل تدير الكحل تدير الكحل لأن الصباغة بالأسود ممنوعة شرعا علاش إذا كان القصد منها التزوير مش مزوجها ونظرت الكحل باش تبان صغيرة أولا ذاك الراجل العفريت فيه الشيب وبغا يمشي يخطب شي وحده صغيرة ومشى دارلك حل باش يبان إن شاء الله تبارك الشاب ووعده ستين عام هذا لا يجوز بس شعرتك بالأسود لأنه في تزوير بالصحة المرأة اللي بزوجها ما بقى لاش حالك تزوير فراجل هارش لأنه لما دارتوش مصيبة ثان لأنه معا أما في القتال فجائز للمقاتلين أن يصبغوا بالأسود فهمتوا نعم علاش لأنه مش بنوا الشباب لأن المقصد أنت هو التأثير في العدو ولذلك قال رسول الله لما أسلم والد أبي بكر فكان شعره كأنه ثغام أبي قال صبغوا شهره صبغون شهره وجنبوه السواد علاش لأنه هو كبير وما غاديش يقاتل فهمتوا